تستمر قوات الجيش الوطني في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة مسنودة بقوات التحالف العربي في جبهات عدة في الساحل الغربي ضمن عملية تحريره من ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من إيران وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات تمشيط واسعة لجيوب الميليشيا في مزارع التحيتة وهاجمت عددا من الأوكار التي تختبئ فيها عناصرها شرقية المدينة وفي محافظة البيضاء قتل وأصيب عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية بنيران قوات الجيش أثناء محاولته متسلل إلى مواقع تابعة للجيش في مديرية ذي نعم